مشاهدين أولا الوقوف على تنامي أزمة المياه وظاهرة الجفاف البحيرات في العراق ينضم إلينا عبر الهاتف من سدني الأكاديمي المختص في الموارد المائية الدكتور مقداد الإجباري السلام عليكم وعليكم السلام أهلا بك الوضع المائي في العراق العراق بلاد الرافدين وأرض السواد ينذر بالخطر في ظل الجفاف بعض البحيرات كبحيرة ساوة يصاحبها موجة جفاف وتصحر ما حقيقة الموقف المائي للعراق وفق المعطيات المطروحة حقيقة قبل ما أبدأ بالغاية حول شؤالك فالحقيقة نحن مارسنا التدريش في الجامعات العراقية لأكثر من ثلاثين سنة حول موارد المائية ودومنا كنا نشير إلى أن وزارة الموارد المائية في عموم العالم المتقدم هي من الوزارات الأولى المهمة والرئيسية والمركزية بالدولة والكلام هذا ليس اليوم منذ أخوط طويلة جدا والميزانيات مفتوحة إطلاقاً لوزارة الموارد المائية وكذلك البحوث والدراسات والتكنولوجيا إلى أن صار عدهم بنا تحقيقها إذا صار جفاف إذا صار فيابان إذا صار أي شيء آخر ما يأثر بهم لأن أكون عدهم إدارة وعدهم بنا تحقيقها حول هذا الموض وإحنا حقيقة أدنا بالضبط الحالة الموارد الشيائي فدوماً كنا نتسلم ويطلبتنا على واقع الموارد المائية الشانوية بش يعني ما كانت في تقدير الشخصي وكانت فطاعات المياه ما أخذ الحجم الحقيقي بالدولة العراقية ليست الآن وإنما منذ أقود طويلة لإجابة على دكتور حالياً الوضع المائي للعراق يعني كيف ترى وضع العراق المائي وفق ما وصل إليه من موجات جفاف ضربت العراق في كل محافظات تقريباً حقيقة الإجابة على شؤال أقول أكتلت جامعة من الأوامل اللي هي تضغط على الواقع المائي العراقي لكننا ننظر الآن إلى أشخاص طبيعية فمثل التغييرات المناخية عالم كامل أشبه في شد الضغط على الموارد المائية العراقية وهناك عدم النظرة الجادة لمعالج موضوع التغييرات المناخية بالنظم من وجود عاليات التخطيف والتكريف الدولية من تقييم ومواجهة التغييرات المناخية في قطعات التنش ثانياً سياسياً يفاجئني من أكثر من 120 سنة مفاوضات مع جارة تركيا لم نتوصل إلى اليوم لأي اتفاق قانوني ملزم دولي وإنما وصلنا بين فترة وفترة حتى بالعلاقات الدبلوماسية والظروف الاقتصادية إلى اتفاقيات إلى أشياء وقتية وعركبة لكن الحقوق بين الدول المتجاررة ضامنا القانون الدولي وقوانية الممتحدة الموقع عليها العراق مئة بالمئة ولكن جارتنا تركيا وجارتنا إيران من الموقع على أي خوال والأهم جداً 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 عدى الظروف الطبيعية والظروف السياسية هي الظروف الداخلية نحن بالنسبة بالعراق طوما كنا نضغط باتجاه إيجاد نظام المتكامل والشفافة للمغارية العراقية اللي لحد الآن لا تجد على كبا إدارة كذلك بالنسبة تحديث الآديات المستخدمة في المياه إلا الآن نشوف هناك خطاعات كاملة نتحمل مع المياه بشكل قديم وبيعات قديمة ومسخان يخلينا في وضع مطرق دفع مع التكنولوجيات المتوسطرة ثلاثة الواقع المائي ليس له أولوية لا بالمنطقة السكنية ولا بالمحافظة ولا في الدولة لأن أوقف الشهر دوما تتقدم لهذا الشبب نقدر نشير لو وضعنا دكتور يعني النقطة الأساسية للسبب بعيدا عن التغيرات المناخية في تصريح سابق لوزير الموارد المائية الحالي يعني أكد الوزير أن الوضع المائي في العراق يشهد تضاؤل ماذا قدمت الحكومة من حلول لهذه الأزمة المستمرة منذ سنوات وهي أزمة مفتعلة من قبل إيران يعني باعترافها شخصيا موضوع التضاؤل نعم موجود وليس جديد ولكن هناك زيادة في التضاؤل وهناك قلة في الحلول الموجودة لأن دول الجوار المائي الجوار في المثبت في تركيا وفي الجارة إيران هناك مصالح تجه قبل مصالح الآخرين في الجانب المائي لهذا السبب الجانب على الحدود العراقية الإيرانية هناك العشرات من الأنهر المختلفة الأهجام التي كلها قاطبة إطلاقا قطعت وتحولت إلى داخل الأراضي الإيرانية عدا بعض الأنهار التي مسيطر عليها سياسيا كأنار اليادة وفينا نهار الأنهار التي صوت في درب اندخان ودوكان المسيطر لهذا السبب لا عندنا أي اتفاق دولي مبرم موقع معتمد أبدا ما بينه وبين تركيا أو بينه وبين إيران لهذا السبب في الموضوع يبقى على إلاقات تراحي الحكومة باتخاذ قرارات ملزمة للطرف الآخر نشكرك الشكر الجزيل الدكتور مقداد الجباري المختص الأكاديمي في الموارد المائية شكرا لك ترجمة نانسي قنقر